السلام عليكم أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية عن درسات الشهدلي مرحبا بكم من جديد اليوم سوف نرى صفحة 35 من كتاب الجيد في رياضيات المستوى الرابع ابتدائي عندنا أقوم تعلماتي كل هذه الأشكال لها المساهة نفسها ما عدا واحد منها أكتب رقمه إذن نحسبوهم كاملا بحالة بعدهم مربعات نعتبرهم مربعات هذه المربعات نعتبروا معي إذن نحن في مربعات 1 3 4 5 وهذا النص وهذا النص هي 6 إذن نقولوا هناك هي 6 مربعات هنا 1 3 هنا 1 3 4 5 خمسة دي المربعات هنا Wag Ji 1 3 4 وهذا النص وهذا النص وهذا النص هي خمسة هنا نحسبوها هذه هذا 3 يكون فيه 5 لإذن ما قالوا ان الواحد مختلف اذا هنا هو 1 جوجد 3 هذا النص هذا النص 1 هي 4 وهذا النص هذا النص 1 هي 5 اذا كلهم فيه خمسة اللي هو هذا الرقم 1 و هو اللي فيه فيه شحال فيه 6 اذا رقم 1 هو اللي مختلف عليهم كامل واضح؟ نمر الآن السؤال الرقم 13 سؤال 12 نرى 13 13 أضع علامة في للسطح الذي له أكبر مساحة إذا نقوم بعمل علامة في لذلك لديه أكبر مساحة هنا نرى معي جيدا هنا مربع وهنا مربع واحد و واحد جوج وهذا واحد هي ثلاثة وهذا واحد هي أربعة وهذا مربع وهذا مربع وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد هي ثلاثة هنا ثلاثة ونص وهذا أربعة إذا العالم لا يوجد عندي لها فهذا وهذا هو اللي فيه أكبر مساحة نمر الآن 80 رقم 14 80 رقم 14 يقول أرتبوا تزايدياً سطوح الأربعة حسب مساحتها هذو أرتبوهم تزايدياً حسب مساحة ديالهم يعني شنية تزايدياً؟ من الأصغر إلى الأكبر يعني من أصغر سطح إلى أكبر سطح نحسبوهم شحل كلا مربع في كل واحد لاحظوا معي 1 جوج 3 4 5 6 7 8 9 إذا تزايدياً وهذا نصيص تزايدياً هذا شحل ب 1 جوج 3 4 5 6 1 جوج 3 4 5 6 إذا شحل فيه المربعة هذا السي شحل فيه 1 جوج 3 4 5 6 7 8 وهذا نص ونص هي 9 وهذا 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 1 جوج 3 4 5 6 إذا هذا اللي بيناه 6 1 جوج 3 4 5 6 وهذا النصوص هذا وهذا 7 وهذا وهذا 8 إذا هذا فيه المربعة لأنها نصوصة نجمعه واحد هذه الثمانية ممكن نحسبها بطريقة أخرى نقول 1 1 جوج 3 4 مضربة في شحل 1 جوج 3 4 هي 16 على جوج كما نحسبها قاعدة في الارتفاع نقسمها على جوج هذا هذا ونقسمه على جوج لأن هذا يكون مربعة كبيرة إذا هنا تزايدياً من الأصغر إلى الأكبر ما هو الصغير فيهم؟ هو هذه 6 هي بي إذا مراه 8 8 8 8 D إذا 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 12 10 15 14 15 15 15 15 15 15 15 18 15 15 16 20 سبعمية وعسرة الاف وثمانية مائة. شو نقوله? وش متر مربع? لا. كيلو متر مربع. المساحة المغرب. هي سبعمية وعسرة الاف وثمانية كيلو متر مربع. اذا هذا هو دوزنا. مساحة منزل. شو هي يكون خمسة وتسعين متر مربع. هنا مساحة حقل الزراعي. هو هكتو متر مربع. ستا هكتو متر مربع. واضح. المرور الان. الادعم مكتسبتي. تمرين رقم 16. انجزوا التحويلات. هنا ما يحتاج الجدول لتحويلات لانه ما يعطينا امثلة. هذا بقى خمسة واربعين كيلو متر مربع. ما تغير؟ ما تغير بان تغير سهل جوج اصفار. لان الكيلو متر مربع الكيلو متر مربع في جدولات يكتو متر مربع. لكن days المرور الان منظструментين في جدولات يكون في جدولات مربعين. نضيف الرجوع كيف luminειات في جدولات متر مربع وهذه 3700. هنا 800 كيلو متر حيكا أكثر ف,"أصفر ك,"أصفر ك--"أصفر بعد التعليقIS 4 مرة و حيكا أصفر حيكا جوجه اسنبائي Latam 3 23 5 مه 4 في المه 14 2 3 れる 0 rze 17 هنا سبعتاش شنو عنديره باش تكون اه سبعتاشر متر شحال فيها من دي كامتر مربع اذا بحلنا عن عن قسمو بحلنا كنقسمو على كنضربو في جوج كنضربو في اه في مئة عفوا بحلنا في ثلاثة هنا ضربنا في مئة اعطتنا تلتمية وهنا شنو حاجة اللي ضربنا في مئة باش اعطتنا سبعتاش هي سفر فاصلة سبعتاش ضربناها في مئة اعطتنا لانا الفاصلة اللي تزاحت الفاصلة للجيهة ولت عملتها 7 11 هنا سبعتاشر 412 ونحييدو الهاج أصفر فلحنا تلتينه 2 و 4 هنا west 500 اعطتنا الهاج أصفر وهنا حتوي 50 الف فاهمتون كيفية طريقة نفضل هذه الجهة نضرب ونزيد أصفل الان نقص أسفل وعندما نمر المواد هنا العكس اكتر متر موربع مع الديكامتر موربع اربعة اكتر متر موربع اعطتنا 400 دكامتر موربع اذا علاقنا هذه الدخانة نزيد أصفل هنا أثمانية أعطتها هانا 300 وهنا سبعين نعطنا سبعين ونزيد أصفل وهنا 1400 نحن نضع الجج أصفر ونضع هنا 14 هنا كمنا التمرين 16 نمر الآن للتمرين 17 التمرين 17 كما رأينا في تحويل الثخرين بأن كل واحد ديكا متر فيه 100 متر مربع كما نضع الجج أصفر إذا 8000 ديكا متر مربع هي 800 متر مربع 800 متر مربع هي 300 متر مربع إلى حق ساكملها 500 متر مربع 500 متر مربع حق ساوى 800 متر مربع نرى واحد ديكا متر مربع وهذا ما يعرفها هو 160 متر مربع أصبح 100 متر مربع 60 زائد أربعين متر مربع هنا 1 ديكامتر مربع ناقص 30 متر مربع كتفقنا هي 70 لان 1 ديكامتر مربع هي 100 متر مربع وما در نقصنا منها 30 كتفقنا غير 70 هنا 1 كيلومتر مربع ناقص 50 هيكتومتر مربع وكننا عرفوا هنا الكيلومتر مربع نضربه في شحل كتساوي 100 هيكتومتر مربع 1 كيلومتر مربع ناقص 50 هيكتومتر مربع لان 100 هيكتومتر مربع بحركة تساوي لي 1 كيلومتر مربع واضح؟ هنا عندنا 5 متر مربع في 80 اذا ماذا هي 5 متر مربع في 80 هنا 5 متر مربع ونزيد على الصفر هي 400 400 متر مربع ناقص 40 متر مربع كنا عرفوا ناقص ناقص أصفار كتبقى لي 4 ديكامتر مربع هنا 60 هيكتومتر مربع في 70 ستف سبعة 42 ونزيد على الصفر هي 4200 4200 شحل فيها من كيلومتر مربع فيها 42 كيلومتر مربع ونزيد على الصفر نعمر الآن التمرين رقم 18 نرى ما نطلب منه نرى التمرين رقم 18 لاحظوا معي مزيد وقارن باستعمال احد الرمزين اكبر صغر او اكبر او اكبر او ما كانت تساوي اذا كانت تساوي 8 كيلومتر مربع ما كانت تساوي واش كبار او صغر من 500 هيكتومتر مربع تعرفوا بان كما نزيد على الصفر كنحيدوش اسفر اذا 8 كيلومتر مربع هلو كنقولو اش عالق ساعة 5 كيلومتر مربع انك نحيدوش اسفر 8 كبار اذا هي هيكا الرمز هو هيكا نمر لهذه 4 هيكتومتر مربع وخمسة ديكامتر مربع اذا باكاش اه هنك نزيدوش اسفر اذا 4 هيكتومتر مربع وخمسمائة خمس بحل كنقولو اه 4500 ديكامتر مربع 4500 ديكامتر مربع ولو بغي نحولو عن متر مربع تاني كنزيدوش اسفر اخرين اش حال كتولينا كتولينا 45000 على اقترب 40000 اذا هذي كبار طبعا تلك حالك تقول هذي 40500 معه 40000 طبعا تلك هذي كبار 4500 كبار من 40000 متر مربع ونحن نمرو الان رقم 19 لاحظوا معي حديقة مستطيلة الشكل مساحتها مساحتها هي جوج كينومتر مربع وستة هيكتومتر مربع وميتين ديكامتر مربع باش نحسبوها بالهيكتومتر مربع اذا نبغينا بالهيكتومتر مربع كنزيدو هنا جوج كينومتر مربع كنزيدوش اسفر اذا بكل حاجة اردوها بهكتومتر مربع هاي جوج اسفر هي ميتين وهنا ستة وهنا ميتين حيضو الهجر اسفر باش تقول لي اذا هادو عن جمعه شحال ميتين وستة ووجوج واضح ستة ووجوج وميتين دي دي هذي زائد هذي زائد هذي شحال كتساوينا في المجموع اذا هذي باش اردوها هكتومتر ازدنا الجوج اسفر وستة رأسها في هكتومتر مربع وهذا ميتين دي كامتر مربع كنزيدو الهجر اسفر باش تقول لي لي هكتومتر هي ميتين وثمانية ميتين وثمانية منيجتناها ميتين زائد استة زائد جوج ميتين وثمانية هكتومتر مربع لانهما طلبوا منا الهكتومتر مربع واضح نمر الان التمرير الاخير والتمرير رقم عشرون تمانية عشرون قلك ارسموا بالاحمر مضلعا باكتر عدد من تربعة داخل كل من السطحين يعني نجدلوه هنا بالحمر وهنا تاني بالحمر للداخل اكبر عدد ديك تربعات وارسم بالاخضر مضلعا به اقل عدد من تربعات يحيطوا يعني على برا يحيطوا بكل من السطحين اوبي اذا بالحمر للداخل وبالاخضر على برا ونشوفو اكبر عدد ممكن ديك المربعات اذا ها هو يكون مربعات يكون كامل ليس فيه شوية ليس فيه شوية ليس فيه شوية هذا هو بالحمر ثاني هذا بالحمر ها هو هم يحصرون من الساحرة هذا شكل غير اعتيادي ما باينش ما تقوم بمربعات ومستطعي لديك القواعد لكي تخرجوا ولكن سهل لكي تخرجوا لكي تخرجوا ما بين هادي و هادي هم كبارة من هادالعداد وصغر من هادالعداد اذا هذا الشيء يمكننا مربع صغر منه ونشوفو مربع كبار منه لكي يشوفو محصور ما بين هادي و هادالشيء اللي يريدون نشوفو في الخضار كبار منه ساهد سالا هادي باش نحصلنه بواي هادوك الاشكال غير اعتياد هدوك الاشكال اللي ما تقدرش تعبرهم ومم قد نضررش تعبرهم كندرهم هاد الشيء كنرسمهم وربع صغر منهم وربع كبار منه وكنقولو هادا عيكون ما بين كذا وكذا ها ما يقدرش ازا ما يكون كبار من هادالحاجة بشكي يكون لك شيء تقديري تكون عارف تقريبا ما حال مثلا تغلب شيئا هنا لاحظ إذا قال لك ثم اوكميك تقطير مثلا ا المساحة الصغيرة و المساحة الكبيرة جنابين هذه و هذه اربعة مضباف اربعة هي 16 والكبيرة ما حال 1 جوج 3 45 6 1 جوج 3 45 6 36 اذا ما بين 16 و 36 هناك حال ضربنا 1 جوج 3 4 اذا هذا المساحة الدائرة المساحة تكون ما بين 16 و 36 مثلا تقدر تكون 20 تقدر تكون 24 ولا تقدر تكون 37 ولا 36 ولا تقدر تكون 16 نشوفوا هنا المساحة الكبيرة المساحة الكبيرة 1 جوج 3 4 5 6 7 8 32 المساحة الكبيرة المساحة الصغيرة 1 جوج 3 4 5 6 12 اذا انتهى هذا هذا الشكل ببي ما يقدر تكون صغر من 12 وما يقدر تكون كبار من 32 وهو كمنا التماريلي 35 الى اللقاء 2 2 4 10 12